بعث المتشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة الرئيس عبد الفتح السيسي بمناسبة عيد العمال وأكد رئيس مجلس الشيوخ خلال البرقية أن تلك المناسبة تجسد احترام الدولة وتقديرها لجهود عمال مصر الشرفاء الذين يبذلون الجهد والعرقة ويوصلون العمل بسواعدهم ليلة نهار في كافة مواقع العمل والإنتاج لاستكمال مسيرة البناء والتقدم